استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية تقرر مد الفترة التجربية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ اليوية والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر المقبل وتأجيل التطبيق الإلزامي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير 2023 لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية يأتي القرار في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حدة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل دول بما فيها مصر في عقاب الحرب بأوروبا التي تشبك تداعياتها مع تبعات جائحة كورونا على نحو أدى إلى ارتباك في سلاسل الإمداد وتوريد العالمية وارتفاع شديد في معدلات التضخم